تعالوا نبتدي قبل ما نسمع انتو بتقولوا ايه نبتدي مباراة القمة مطش القمة اخرج لنا عدد كبير جدا من الاسئلة السؤال الاولاني كان ازاي الاهلي قدر يكسب زمالك بنتيجة خمسة تلاتة خمسة هو رقم كبير ان فريق يستقبل خمسة اهداف ده حاجة كبيرة جدا وان الاهلي يستقبل تلات اهداف دي حاجة كبيرة جدا وبالتالي خلينا نحلل المباراة بشكل عام الاول وبعد كده ننتقل الى الامور الاخرى الخاصة بمباراة القمة تحليل المباراة وبالنسبة لي فكرة هو ازاي الاهلي يكسب خمسة تلاتة ايه المفاتيح اللي قدت الى فوز الاهلي خمسة تلاتة كانت واضحة جدا اول نقطة هي ان الاهلي درس الزمالك بشكل اكتر من ممتاز بمعنى هو الزمالك بيعمل ايه في المباراة السابقة باترس كارترون اعتقد ان عنده نظرة للدول المصري خليته اعمل توليفة مختلفة عن اللي كان عملها اول رحلته مع الزمالك بمعنى ان باترس كارترون اللي احنا عارفينه اول مجلس زمالك كان مدير فني بيستخدم الكرات الطولية وبيستخدم الهجمات المرتدة ده السلاح الابرز لزمالك كل المباراة الكبرى اللي خدها الزمالك في بداية رحلة باترس كارترون مع الفريق كان الفريق بيلعب واحدة واحدة منخفضة جدا بيلعب بدفاع متكتل امام منطقة جزاء الفريق الابيض وكنا كلنا بنشير دايما بالمجهود البدني كبير اللي بيبزلو زيزو في الناحية البدنية الدفاعية بنشرقي في الناحية اليسرى فرجان يساسي ايام كان بيلعب مع طارق حامد فيه انه ازاي بيخط ضغطه ازاي بيستخلص الكرات العالية الزمالك كان فريق دفاعي مع نهاية الموسم اللي فات ابتدى زمالك يغير النقطة دي ابتدى زمالك مايبقاش فريق دفاعي ابتدى باترس كارترون يعمل ايه ابتدى يحاول يميكس يحاول يخلط الموضوع شوية ابتدى يطلب من الجناحين انهم يقللوا رجوعهم لانه عارف ان اغلب المدافعين في الدور المصري في موقف واحد على واحد الغلبة هتكون لاجنحته هو في الزمالك احمد سيد زيزو فورما ممتازة اشرف بن شرقي بالتأكيد موهبة ما نقدرش نتكلم عنها غير بشكل ايجابي جدا وبالتالي هو ابتدى يطلب من حمزة المسلوسي وابتدى يطلب من احمد فتوح ان مشاركتهم الهجومية تقل شوية تقل تدرجيا والجناحين مشاركتهم الدفاعية تقل شوية كانت الفكرة الرئيسية اللي عنده ان الخط الخلف يفضل متأمن من هجمات المرتدة بتاعت المنافسين بان الظاهرين يتقدموا في قديق الحدود وان الهجمات اللي بيعملها الزمالك تكون اكثر فعالية بان الجناحين بتوع الزمالك يكون عليهم اعباء اقل ويروخوا على مواقف واحد على واحد كتير وابتدنا نتفرج على الكرات القطرية والبينية والطولية بتاع الطريق حامد وامام عشور للجناحين ويبتدي البترن بتاع اللعب من هنا يبتدي اسلوب اللعب ومدورة الكرة تبتدي من هنا مع الحيلة التانية بتاعت نيوسف اوباما يتحول لمهاجم تاني جنب عمر السعيد او جنب سيف الدينش الزيري ده الاسلوب اللي بيلعب به الزمالك بمعنى ان احنا بنتكلم في ان الزمالك دفاعه ما بيتقدمش قوي عشان يفضل مدي امان الزهرين ما بيتقدموش قوي عشان يفضل مديهم امان والجناحين ما بيرجعوش قوي عشان يفضل مدي الزمالك خطورة فالمناطق اللي ما بين الخطوط دي في المباريات العادية بتاعت الزمالك الزمالك بيبقى قامن فيها لان الامكانيات الفردية اللعاب الزمالك اعلى من الامكانيات الفردية لفريق امبي اعلى من الفريق طلاقع الجيش لكن المساحات دي لما تتسبل لعيبة زي علي معلول وزي باقي كتيبة الاهلي الكبيرة بكل تأكيد هنا يكون الزمالك ابتدى المباراة بطريقة خاطئة ده الاسلوب اللي بيفضله باترس كارتيرون وده الاسلوب اللي ذاكروا بيتسو موسيماني كويس قوي لما بيتسو موسيماني ذاكر الاسلوب ده كويس قوي اختار انه يلعب 3-4-3 وانه نقطة مهمة ناس كتيرة خايفة من 3-4-3 خايفة ليه لانه حاسة ان فيها فراغات كبيرة جدا ومساحات وراء علي معلول ومساحات وراء اكرم توفيق وبالتالي الخطة ما بقتش فيها جودة من وجهة نظر المشاهد بالاضافة الى ان في مباراة البنك الاهلي غياب محمد شريف في التشكيل الاساسي كان محسس الناس ان احنا هنلعب من غير مهاجم ليه ما احنا عندنا محمد شريف طب ليه بيرسيتاو يكون هو المهاجم لما بيرسيتاو اصلا بيعرف يلعب على الوينجي طب ليه ما نخطش لعيبة دي مع بعض دي نقطة كمان كانت مهمة جدا ان بيتسو موسيماني ما كانش منتصر لفكرته يعني ما كانش عايز يلعب اللي هو انا قلتلكو هلعب من غير مهاجم صريح وخلاص الراجل عنده مرونة تاكتكية وعنده مرونة بفكر لما شاف ان محمد شريف في فورما ماينفعش يلعب فيها ولما شاف انه اخطأ في عدم شراكه في مباراة البنك الاهلي دفع به بتشكيل الاساسي فاصبح الفريق بيلعب كالقاتي 3-4-3 حمد فتحي مهمته انه يمنع يوسف اوباما من انه يتحول لمهاجم تاني يوسف اوباما في الملعب كل ما بيتحول لمهاجم تاني طيب فكرة ان اشرف بن شرقي ويوسف واحمد سيد زيزو بيلعبوا بقوة في مواقف الواحد على واحد تقلق بيتس الموسماني لا انا مدرب كبير وانا الاهلي والاهلي نادي لازم يلعب كرة هجمية ده اللي انت بتطالب بيه كمشجع اهلاوي من الاهلي طول الوقت وبالتالي انا مش المفهودة خاف من اشرف بن شرقي ومش المفهودة خاف من احمد سيد زيزو انا المفهودة خليهم بدل ما يهجموني يفضلوا يجروا ورايا ويبقوا مجبرين يدفعوا اللي انا عايز اقوله ان الزمالك لو كان لعب بالطريقة الدفاعية الطبيعية بتاعته ما كانش استقبل للخمس اهداف لكن التغييرات اللي عملها باترس كارتيرون هي مناسبة جدا للاندية الاقل قوة من الزمالك على مستوى الافراد لكن غير مناسبة بكل تأكيد لما يكون المنافسين بتوعك باسلحة النادي القاد وفي نفس الوقت خلينا نقول ان بيتس الموسماني كان زكي جدا في اختيار الطريقة وفضل طول المباراة يجمع اللعب ناحية الشمال ويرمي الكرة الاكرم توفيق ناحية اليمين في مساحة فضية فيجبر اشرف بن شرقي يرجع له يعمل نفس الموضوع ويجمع اللعب عند اكرم توفيق وبعدين يقوم نائل اللعب عند علي معلول اللي بيتحرق من غير كرة ويهاجم لقدام فيجبر احمد سيد زيزو يرجع فابتدى احمد سيد زيزو لا هو بياخد المواقف واحد على واحد ولا هو واقف ورا بيدافع هو عمال يجري ورا علي معلول ومن الاحية الثانية أشرف بن شرقي عمال يجري ورا اكرم توفيق فحرمت الزمالك من السلاح بتاع الجناحين يبقى حمدي فتحي حرم الزمالك من السلاح بتاع عمر سعيد ووباما اللي اتنين يتحولوا المهاجمين ويعملوا كسف عدداء على الاتنين قل состоит من الدفاع لا اتنين مهاجمين قدام ثلاثة يقلب دفاع والحركة بتاع التقدم علي معلول اليسارا واكرم توفيق يمينا حرمت الزمالك من السلاح بتاع أشرب بن شرخي وحمد سيد زيزو هجومية دي بقى كمان دفعين ابتدى يدي الخطة فيها رزق عالي جدا بس انت لازم تاخد الرزق وبالتالي انت بتتكلم في ان أليو ديانجي بيسيب مكانه وبيزيد عمر الصلاية بيسيب مكانه وبيزيد أليو ديانجي بيسجل وبيسجل تاني وعمر الصلاية بيعمل رابونة فانت بتتكلم في ان الصناية بتاعت الارتكاس زادت بسبب ان فيه تلاتة مدافعين بسبب ان فيه جرأة عند الاهل الجرأة دي خلت الاهل يوصل في السكور لنتيجة الخمسة خمسة واحد لكن في نفس الوقت نيجي بقى هنا ننتقل للمحور الاساسي في الحديث الحاجة اللي ابتدت تكون تبعتها هي تبعات المباراة هل نقدر نقول ان بيتسو موسيماني مدرب كويس ولا نقول ان بيتسو موسيماني مدرب محظوظ ولا نقول ان بيتسو موسيماني مدرب ضيع فوس كبير على الاهلي ولا نقول ايه بالضبط في الحقيقة احنا هنا دايما محشورين في حت التقييم المدرب من وجهة نظر صفر وواحد يعني يا المدرب ده جامد اوي ما بيغلطش يا المدرب ده ضعيف اوي ما بيعملش حاجة حلو وفي الاطار ده بنفضل عندنا مشكلة كبيرة جدا بمعنى هديلك مثل مرتبط بي انا بقى كمشجع لريال مغديد ان زين الدين زيدان لما الناس في الاول كانت شايفة انه مدير فني محظوظ وفضل التسقت بيه السمعة دي ما اقنعهمش فوزوا بدوري الابطال مرة ولا التانية ولا التالتة ولا فوزوا بالليجة مرة ولا التانية وبالتالي انت بتفضل مضطر بما انك تعصبت الرأيك ان المدرب ده مش مدرب جامد ففضلت متعصب لرأيك طول الوقت نفس الموضوع ده بينسحب بقى وينطبق على ناس كتيرة جدا ناس كتيرة جدا شايفة باب جورديولا مدير فني سايق ناس كتيرة شايفها جوزي مورينيو مدير فني تاريخه ده صنع بالفلوس الناس بتحصر المدرب ما بين الصفر والواحد فعمرها ما بتقدر شغله كويس لان هي مقتنع عنه صفر وعمرها ما بتنتقده لانه هي مقتنع عنه هو واحد في الحقيقة الكرة مش كده كل مدرب بيبقى عنده مزايا وعنده عيوب وعنده قدر على تحقيق إنجاز أو عدم قدر على تحقيق إنجاز لو بنتكلم عن بيتسو المسيماني فاشنا نتكلم على مدير فني كسبك دوري أبطال أفريقيا مرة كسبك دوري أبطال أفريقيا الثانية كسبك السوبر كسبك المركز الثالث في كاس العالم الأندية كسبك الزمالك مرة واثنين وأكتر كسبك دلوقتي نفسك المباشر اللي في حالة ممتازة اللي جاي لك من فوزين متتاليين بالنتيجة خمس وبالتالي صعب قوي أحصره في نقطة صفر ماينفعش أقول على بيتسو موسيماني صفر أنا آسف لأنك بتتكلم في أنك لو بتقيم المدير الفني على كذا عنصر على عنصر نتائج الرجل محقق نتائج على عنصر الأداء فلا أحد ينكر أن الأهل يقدم كرة جميلة في فترات طويلة جدا في مباراة الزمالك وفيما سبق ذلك وبالتالي أنت هنا بتتكلم على التدعمات وعينه في التدعمات أعتقد بيرسيتاو يعتبر صفقة أكتر من ممتازة للأهل وأعتقد أن عودة عمار وعودة أحمد عبدالقادر كلها كانت قرارات صائبة من المدير الفني للفريق هنا أنا بشوف أن دايما فيه تحامل كبير جدا على الرجل ده لكن لا أنكر أنه زي ما بقول أنه ما ينفعش يتصنف أنه صفر ما ينفعش يتصنف أنه واحد صحيح كامل لأن ما فيش مدير فني في العالم واحد صحيح كامل بيب ورديولا اللي غير كرة القدم اللي خلى العالم كله بقى كرة طبيعية أنه نبني من تحته وأن الجول كيبر يشارك في الهجمة وأن المهاجم الوهم يكون جزء من سياسات معظم أندية العالم كل ده بيب ورديولا اللي عمله لكن لما راح لنهائي دوري أبطال أوروبا مع منشستر سيتي يتحمل كاملة المسئولية قدام تشينسي لما الرجل لعب مع بايرن ميونيخ وماكسبش دوري أبطال أوروبا يتحمل كاملة نتيجة عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا في نادي هو بالنسبة له الفوز بدوري أبطال أوروبا المعيار الأول والأكبر لتقييم الجهاز الفني والمدرب وبالتالي ما فيه صفر وواحد فبيتسو موسيماني أكيد من الصفر بالنتائج اللي عملها وباختيار طريق التلاتة أربعة ثلاتة واتطبقها بأحسن شكل وبوصوله للمباراة الخامسة لكن هو مش واحد لأنه يظل الراجل عنده بعض المشاكل أبرز المشاكل من وجهة نظري أن بيتسو موسيماني بيحسب حسابات كتير جدا على آخر كل المباراة بمعنى أن حساباته البدنية أن حساباته الخاصة بحالة إرهاق اللاعبين بتمنعه أحيانا من أنه يكمل مغامرته الراجل مغامر ولعب تلاتة أربعة ثلاتة ودي خطة مغامرة جدا والطلب من الارتكاز يزيدوا للدرجة زي ما قلنا اللي خل عمر السلية العبرة بونا والأليو ديانج يسجل هدفين طلب من ظهرين الجانب وفاتحين الملعب وطيرين دي خطة ريزكي جدا خطة فيها مغامرة عالية جدا وبالتالي انتظرت أنه يكمل المغامرة لما وصلت النتيجة الخامسة واحد انتظرت أنه يبتدي يدور اللعب بشكل مختلف لكن هو راح لتغييرات في جزء منها وبكل تأكيد كان سوق حظ بسبب الإصابات لكن في جزء منها بكل تأكيد كان ممكن يكون فيه نوع من أنواع محاولة زيادة الغلة أو محاولة إذا هبت رياحك فاختنمها زي ما بيقولوا وبالتالي هنا الجزء اللي أنا ألوم فيه بيتسو موسماني لكن بكل تأكيد اللوم ده مش معناه بأي حال بأي حال من الأحوال لأنه مدرب فاشل لأنه ما ينفعش يتصنف مدرب ضعيف ولا فاشل ولا أي صفة من الصفات الصعبة جدا اللي بتحصوره في خانة الصفر انت عد عليك كمشجع أهلاوي بكل تأكيد عدد كبير جدا من المدربين ينفع يتحطوا بخانة الصفر مستريح في رحلتهم مع الأحلي وبالتالي انت أكيد عارف كويس إن الرجل ده ما ينطبقش عليه نفس الحالة ودي النقطة الأولانية اللي كانت خاصة بتقييم بيتسو موسماني طيب النقطة الثانية الخاصة بإن هل الإسكور يصنف كبير ولا ما يصنفش كبير وهل الخمسة ثلاثة دي تصنف نتيجة تاريخية ولا لا تصنف نتيجة تاريخية هنا في نقطة أعتقد أن جمهور الأهلي قبل المباراة لو حد قال له لأن المتش كان 50-50 عشان نكون منصفين تماما كان 50-50 لأن الزمالك في فورما وانت في فورما لكن لو حد ديلك ورقة وقالك تمضي عليها إنك هنتك تكسب خمسة ثلاثة بكل تأكيد كنت اشتريت ومضيت لأن أعتقد أن خمسة ثلاثة هي نتيجة جيدة جدا بالنسبة لك أنك تكسب بها الدربي قدام خصم قوي لأن الزمالك بغض النظر عن أن المباراة وصلت لخمسة واحد وكان ممكن أن السكور يزيد عن كده لكن الزمالك لازال عنده أسلحة كتير وعنده لعبة عندها مواهب كتير ومهارات كتير وأشرف بن شرق يسجل من مهارة فردية كبيرة ومصطفى فلح يسجل من مهارة فردية كبيرة وبالتالي بكل تأكيد كانت المباراة تحتمل أن السكور يكون مش كبير وبالتالي ما أعتقدش أن فيه أزمة كبيرة قوي في النتيجة افرح بالخمس أهداف اللي سكدلتها افرح بالفوز افرح بأن في كل الأحوال النتائج بتاعة المواجهات المباشرة مهمة في لائحة المصابقة وافرح أهم حاجة أنك كسبت لمباراة القمة بسكور كبير ازعل آمن مدربك أنه كان ممكن لسكور يبقى أعلى ازعل من لعبتك لأن في بعض الهجمات المرتدة اللي قضها بيرسي تاو تحديدا لسه بيرسي تاو عايز يستعرض مهارته وبالتالي أحيانا كان بياخد حلول فردية لسه الهارموني التناغم اللي بينه بن محمد شريف معليش ودي نقطة برضو أعتقد أن هي منطقية جد بالمناسبة برضو ناس كتير كانت بتقول وأنا منهم أن أحمد عبدالقادر كان لازم يلعب المرش ده كبديل واحد من الخمس تغيرات يكون أحمد عبدالقادر بس خد بالك من حاجة كلمة لو بتريح بمعنى أن لو أحمد عبدالقادر لاعب لو كنت نزلته حسام حسن لو كنت غمرته هجوميا أكتر هي كلها حاجات جملة جدا هي كلها أفكار ممتازة بس أنت واخد لو دي كضمانة زي كأن لو دي لو حصلت هتنجح مية في المية خلينا أدي لك مثال لما عدت فكر في موضوع أحمد عبدالقادر لقيت أن أحمد عبدالقادر المتشل قبله في مباراة البنك الأهلي لما شارك فقدوا كرة كتير جدا بسبب أنه عايز يستعرض لأنه جاب جول حلو قوي في الإسماعيل فعايز يكرره مرة تانية وبالتالي إحنا ما نعرفش غرفة خلع الملابس فيها إيه ما نعرفش بيتسو موسيماني وياخد قراراته بناء على إيه ربما نقطة زي كده هي كانت فيها نوع من أنواع أو نقطة قدت إلى قرار من بيتسو موسيماني أنه ما يدفعش بأحمد عبدالقادر في المباراة الله أو أعلم وبالتالي لو هي بتريح بس لو دي مش بكل تأكيد هي اللي كانت هتجيب اللي سكور اللي كان في خيالك كل شيء كان وارد لأن الزمالك فريق برضو كبير دي بقى تنقلن على نقطة هل الخسارة دي تدمر موسيم الزمالك ولا لأ في الحقيقة ما تدمرش موسيم الزمالك على الإطلاق لأن لازال الزمالك عنده قائمة كبيرة لكن هي بتفتح الضوء وبتسلط الضوء على مشكلة كبيرة عند الفريق في الوقت الحالي المشكلة الكبيرة دي بشكل رئيسي من وجهة نظري هي مرتبطة بالأفكار بتاعت باتريس كارتيرون وعدم تنوعها بمعنى أن طريقة اللاعب اللي انت اخترتها كانت ممتازة بس تتحرقت نفس اللي حصل مع الاهلي الموسيم اللي فات كان الجناحين بيضموا الظاهرين بيطيروا الناس كلها حافظت ده وطلق على الجيش تحديدا خد من الاهلي الدوري وبعدين خد منه السوبر بنفس الاسلوب بأنه بقى عارف الاهلي بيلعب ازاي فابتكر بيتسو موسيماني فجال وقت عند باتريس كارتيرون انه هو كمان يبتكر مش لازم يبتكر بتغيير طريقة اللعبة مش لازم يلعب 3-4-3 ومش لازم يلعب 4-3-3 ومش لازم يرجع ارتكاس في الدفاعين مش لازم يعمل الحاصر قدامه في باقي المنافسين لكن على الاقل هو لازم يبتكر حيالا اخرى ولازم يبتدي يشتغل على انه مش شرط الاسلوب بتاعي اللي كسبني موتشين هيكسبني باقي المباريات لازم يكون في حلول بديلة على مستوى اللعيبة فاللعيبة كان بتخسر التحامات سنائية كتير قوي ولعيبة الزمالك محتاجة تنتبه لحاجة مهمة قوي لعيبة الزمالك لما النتيجة كانت اثنين ساعدت الاهل يسجل التالت ولما النتيجة بقت اربعة واحد ساعدت اليو ديانجة سابت له المساحة على حدود منطقة الجزاء دي تماما يسجل منها الهدف الخامس في الوقت اللي انت عارف فيه انك مش في حالتك الجيدة مش المفروض ان محمود علاق يبص الكورة زي ما بصها بسهولة في واحد من الاهداف اللي دخلت الزمالك في الوقت اللي انت فيه مش في حالة جيدة مش المفروض ان انت تسيب مساحة كبيرة للمنافس بتاعك بقل التركيز لازم تركز على انك تعمل البازيكس تعمل الاساسيات تعمل الصح بانك تقفل مساحتك على الاقل وبعد كده تبتدي تشوف الحلول التكتكية اللي هتنفزها انما انك تسلم المباراة دي كانت اسوأ حاجة اعتقد كرهج ومهورة زي مالك فيه لعدته في بعض اوقات المباراة وبكل تأكيد العودة بتلاتة كانت نوع من انواع التقليص قوة الهزة وتأثيرها من المباراة القمة وتخليه تقدر تبني في المرحلة المقبلة اتمنى كمان ان احنا نبتدي نتفرج على تنوع زي ما قلنا في الاماكن اللي فيها قصور عند الزمالك الناس كلها عارفة ان مصطفى فاتحي مش صنع العب تقليدي هو اشبه بمهاجم تاني طيب انا عايز صنع علعب تقليدي طب ليه بما ان اونجم موجود ما بتديش احاول ابتكر طريقة تساعد اشرف بن شرقي ياخد حرية اكتر و اونجم ياخد المكان بتاعه على الجناح الايصر فبالتالي اشرف بن شرقي هو الرجل اللي بيحللي الازمة الكبيرة اللي عندي عندي ازمة في مركز راس الحربة وغمر سعيد قدم اداء كان مهتز جدا مبارح اولا بسبب حمدي فاتحي وثلاثية الدفاع الاهلي وثانيا بسبب ان هو خرج عن التركيز بتاعه في الهجمة اللي ضيعها بسهولة دي برضو نقطة تانية مهمة جدا عند لعبة الزمالك لازم تاخد بالها منها وان ما تفقدش عصابك جوه المبرامة ما حصل لكن وان حصل فانت اعتقد ان سيف الدين الجزيري محتاج ان هو اللي يكون المهاجم الاساسي لفترة جاء لزمالك لانه على الاقل بيديك حركية والحركية بتساعد اللعيبة في ان هي في اسوأ حالتها على الاقل في تحرك مزعج للخصوم ده كان تحليل مباراة الاهلي والزمالك وخلونا نشوف المساجات اللي انتو بعدتوها علشان خاطر نبتدي ندارد السوا قبل ما نتنقل للطبك التاني المهم جدا 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 برضو معنا وهو الخاص بقيمة منتخب مصر مش الحال معرفة نقطة الضعف المسيماني ده سارة موسى معرفة نقطة الضعف المسيماني زي ما اتفقنا هي كل طريقة لعب هيستخدمها لو بتكلمي على تكتكان وفنيا فكل طريقة لعب لها ايجابياتها وسلبياتها لها صغراتها ولها الطريقة اللي تكسبها بيها وبالتالي هو كل ما المنافسين هيقروا هو مطالب ان هو يشتغل بشكل مختلف وينوع ويطور ويغير هي دي الكور لان زمان على فكرة بيب جورديولا ابتدى الرحلة بتاعة التكي تاكا بانه طلب من قلبين الدفاع يفتحوا الملعب على اخره ده كان الانجاز رقم واحد في الموضوع فالنقطة دي بقت بيزكس بقت بديهية بقت كل فرق العالم بتنفذها انك تفتح الملعب على اخره وبعد كده الجول كيبر يشارك بقت بيزكس بقت بديهية بقت هي كمان جزء من المعادلة ان ارتكاز بتاعك يكون لعيب كورة جامد جدا وقدر انه يخترق الخطوط بالتمريرات بقت من الحاجات البديهية فابتدى بيب جورديولا ينوع ويبدع في ان هو يخترق تاني وتالت ورابع كل مدارف في العالم كبير لازم يبتكر وان توقف به الزمن وعجز عن الابتكار بتنتهي رحلته ويا ما شفنا امثلة وادلة كبيرة وكتيرة على كده انا شايف ان الموسماني ما عندوش حلول للفرق اللي بتقفل زي البنك الاهلي وما بيعرفش يقرى المنافس اسناء المباراة طيب هو ما بيعرفش يقرى المنافس دي كئيلة قوي لان طريقة اختيار اصلا طريقة لعبة 3-4-3 هي فيها قراءة للزمالك واختيار نفس الطريقة قدام سانداونز كان فيها قراءة للمنافس ومنافس كبير واختيار الطريقة قدام الترجي كان فيها قراءة للمنافس وده برضو بالنسبالي كانت حاجة زكية جدا انه هو في مواتش الترجي خلى حمدي فاتحي بيلعب منت ومنت بس على خلد عبدالباصر مهاجم الترجي علشان ينزل بيه في اي حتة للملعب لان الترجي بيبني اللعب ازاي بان المهاجم بيسيب مكانه وينزل يستلم ويدور الفرقة كلها وبالتالي قتل هالو فلأ هو بيعرف يقرى المنافس تغييراته محتاجة تتحسن ربما بس برضو ما ننساش ان عمار احمد عبدالقادر هي لسه عن حسام حسن لسه عناصر جديدة كريم فؤاد لسه كلها عناصر جديدة لسه منصهرتش لسه محتاجة تثبت برضو او لازم تلعب المضمون ما تبقاش بتستعرض لسه في رحلة فبالتالي ما ينفعش نحكم على رحلة من اولها يعني فنصبر شوية في النقطة دي من وجهة نظرية موسيماني ما يتخمش شعالية في المباريات الكبيرة مشكلته قدام الفرق الصغيرة اللي بتتكتل للدفاع واحيانا تغييراته بتكون مش جيدة ده الكومنت ده احنا كنا قردها عبدو سليمان الجزء الخاص بالمباريات اللي هي قدام خصوم متكتلة هقولك على حاجة برضو هو الفرق المتكتلة بشكل عام مزعجة ليه جدا بكل تأكيد مزعجة لأي فريق كبير لكن ارجع احسب هو كسب كام مرة فريق كان بيلعب بدفاعات متكتلة وجاوب انت على نفسك في السؤال بكل تأكيد الراجل اللي خد المركز التاني في الدوري اللي ما كانش الفريق منهار تحت ايده بكل تأكيد هو مش راجل عاجز قدام الفرق الصغيرة لكن بكل تأكيد برضو الفرق الصغيرة عندها مدربين وعندها قراءة وعندها تحليل اداء وعندها قدرة دلوقتي على ان هي تحاول تبتكر وتغلق عليك الحلول زي ما عمل البنك الاهلي مع كابتن خالق جلال لما غير طريقة لعبه من اربعة تلاتة تلاتة لتلاتة خمسة اتنين وبعد كده ام شفتها لتلاتة ستة واحد فبالتالي هو اختار حل مبتكر زكي يستحق عليه التحية ولما يستحق عليه التحية بيتسو موسي ماني رد ولعب اربعة اتنين تلاتة واحد وهاجم اه بعد الجول كان مو بعد ما اقتنس يعني هدف الفوز كان ممكن جدا يستقبل اهدافا لان البنك الاهلي غير طريقتهم مرة تانية بس هنا لو اتفرجت على الجزء ده تاني من المباراة في المنتهى الحقيقة هتلاقي ان العبت زمالك لعبت الاهلي احمد عبدالقادر كان بضيع كرة كتير قوي حسين الشاحات ما كانش بيقوم بواجباته الدفاعية بشكل جايد تماما ويمكن دي اللي كانت جات منها الهجمة الخطيرة اللي مشيت بعرض الملعب وكانت ممكن تسبب قزمة كبيرة للاهلي وبالتالي دي نقطة تانية برضو لعبت الاهلي محتاجة تتعلمها وتفهمها مش عشان بلعب البنك الاهلي ما عملش الواجب الدفاعي ومش عشان كسبان بسكور ما عملش الواجب الدفاعي مجدي �افشة كان ممكن يمنع موظلة مصابة فتحي، لو تفرجه على مجول مرة تانية ستلق LEA problematic موظلة بيكلم الواجبي عملي مظلة مجدده ، مجدي وكان جانبه ومكده مجدده دي مiquéelets fus Milan حسين الشاحات في مواطش البنك الاهلي ما عملش الواجب الدفاعيợ مش معنى انك بتلاعب فرقة صغيرة انك متعاملش الواجب الدفاعي بتاعك لان انت الاهلي لازم توفضل طول الوقت فرقة قوية جدا وهدي لك مثل من الأمثال اللي بحبها جدا برشلونة برشلونة بيب جورديولا لما كان بيكسب واحد واثنين وثلاثة ما كانش بيوقف كان بيبقى عايزة اربعة وخمسة وستة ولعبته ميسي ما كانش بيقول أنا هاللعيب الحريف اللي مش هضغط شابي إنيستا ما كانوش بيقوله احنا اللعيبة اللي مش هنخسر الكورة فمش هضغط اللعيبة كلها بتضغط لأن ده الواجب الأساسي علي لازم اعمل البديهيات وعمل السوابت وبعد دي كده الموهبة بتاعتي تصنع الفرق لكن أحيانا لعبتنا ما بتعملش الكلام ده